التقى الفريق اول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية بحضور الفريق احمد خليفة رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والذي يأتي في اطار خطة اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة والقلواء اركان حرب هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية كلمة اكد خلالها حرص رجال المنطقة على الارتقاء بالمستوى المهاري والبدني بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية ليكونوا دائما في اعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي لتنفيذ اي مهام توكل اليهم بالاضافة الى مشاركتهم في دعم المجتمع المدني وتوفير الحياة الكريمة لابناء الشعب المصري بالتعاون مع كافة الاجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة ونقل الفريق اول عبد المجيد سكر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لكل من رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية مؤكدا على ضرورة ان يكون رجال القوات المسلحة على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من احداث واشار الى اهمية الحفاظ على اعلى درجات الجاهزية لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية مضيفا ان القوات المسلحة هي درع الشعب المصري الواقي وسيفه ضد كل من تسول له نفسه المساسة بقدسية الوطن وسلامة اراضيه مشددا على ان القيادة العامة للقوات المسلحة لا تتوانى عن تقديم الدعم المستمر لجميع وحدات وتشكيلات القوات المسلحة لتكون دائما في اعلى درجات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي موسيقى وفي سياق متصل قام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية داخل القوات البحرية استمع خلالها لشرح من الفريق اشرف عطوى قائد القوات البحرية عن الوحدات البحرية التي انضمت حديثا موسيقى والوحدات التي يتم تصنيعها بالامكانيات الذاتية في الترسانة البحرية وباياد مصرية وتعد اضافة تكنولوجية هائلة لامكانات وقدرات القوات البحرية وتسهم في تحقيق السيطرة الكاملة على سواحلنا الممتدة بالبحرين الاحمر والمتوسط موسيقى 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 موسيقى